السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة المترجم للقناة نحن الى شكرا على كل ميزيرة طويلة تجربة قال اطلاق تجربة تدريك تطورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فيضطر الانسان هذه اسئلة حريجة يضطر انه ربما يكذب او يغير هل يعتبر هذا كذب محرم هو اصلا من ليتيكات ومن حسن حسن المعاشرة ان الانسان يتجنب ان يسأل الاخر اسئلة كهذه هذه اسئلة غير منطقية والتربية والحسن الخلق يقتضي انه يتفادها في المجامع العامة كنت تكلمه على السحادية وعافيتك وليدتك ومالبات كنت تكلمه على القضايا العامة اما الخصوصيات فلا داعي لكي يحرج بعضنا بعضا فيلوقع اضطرار وشو هتسولك على خاصية من خصوصياتك واختي تقولها كانوا حد المخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان فان كل دي نعمة محسود فكن نستعين على قضاء حوائجنا بالكثمان فان كنا مضطرين الى كذب الانسان وشعر بانه مجمر على الكذب بغير واحد الحقيقة لانه لو كشفها ستجلب له مضرة كبيرة 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 فانه يستغفر مولاه واصلا المؤمن عليه ان لا يسأل اخاه سؤالا يتير فيه حزازة ويتير فيه هد البلبلة في خاطره فالانسان كيبقى دائما بالاستغفار بإذن الله لان لا صار إلكت الأمور متعسرة فإنها تيسر وكيف تيسر بالاكثار من الاستغفار فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرجع ورزقه من حيث لا يحتسب فعلينا أن نقتل جميعا من الاستغفار في كل وقت وحين فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شعر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نستغفرك بالليل والنهار نستغفرك يا مولانا على جميع الدنوب والخطايا التي ارتكبناها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن عبيدك وبن عبادك نستغفرك يا مولانا من جميع الدنوب والخطايا ونتوب إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إن نستغفرك من كل ذنب أدنبناه ومن كل ذنب قلناه يا سامع الدوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات رب اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنك أنت الغفور رحيم اللهم اغفر لنا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله